لكن النقطة التي تخصكم بأن أصحاب القضية اليوم ممكن يكون لهم ارتباطات بقيالات بداخل الإطار التنسيقي هي من تحاول العبث بداخل التيار أو تشويه الصورة للسيد ومن يتبع لا حقيقة أنا أعتقد دكتور منافي ممكن هم مرات ما عنده اطلاع أو بعلومات أكثر بما يدور الآن يعني والترابط الآن والتنسيق ما بين مكتب السيد مقتدى الصدر والحكومة وكذلك الجهات السياسية يعني أكو تنسيق مستمر بالموضوع يعني أكو تنسيق بين الإطار والتيار لو فقط الحكومة والتيار لا لا مع الإطار ومع الحكومة هناك تنسيق بين نقطة نظام بس أكل ماشي ماشي أنا وأنتم كل الأتراضات خلوا الأتراض اليوم لأن هذه دائما تطرحوا بالله كبير لها صحيح أتحجر عنك دكتور ليهما ما يقعط عكب المطلوب أنا دائما أتكلم إذا ما عندي معلومة ما أتكلمها هذا طريقته بالحديث دائما مزيد فأكو تنسيق مستمر حتى بتغيير المناصب يعني خير دليل يمكن ذاك اليوم كان هناك تغيير على مدير موانئ البصرة وكان تدخل واضح وكذلك وتنسيق على قضية التغيير فرحان الفرطوسي؟ نعم وبعض المناصب الموجودة يعني مو بس مدير الموانئة يعني هذا الفرحان الفرطوسي تابع للتيار؟ نعم كثير من مناصب اللي موجودة يعني سير تنسيق ما بين الحكومة ومكتب السيد على الموضوع بخصوص التنسيق يعني قسم بيهم حتى وين كان مرتبطين بس لكن مثلا التيار يحاول أن يستبعدهم ويستبدلهم بأشخاص آخرين أو قسم منهم يود إبقاءهم موسيقى